كل المنطقة تقف على مفترق طرق بينما تخوض المقاومة الفلسطينية وحلفائها في المنطقة أهم معركة منذ عام 48 دكتور طلال أبو غزيلي بداية أهلا وسهلا فيك معنا على مصف بوديو منذ بداية الحرب اعتبرت أن الحرب في غزة هي نهاية إسرائيل وأن هذه المعركة هي معركة التحرر من الاحتلال بعد تسعة أشهر من الحرب كيف ترى المشهد اليوم أنا كثير سعيد بأنك تستذكري ما قلته أنا شرف إلي أنك تذكري ما أنا قلته أنا فعلا قلت أنها هي بداية حرب التحرير هي مش معركة سبعين سنة ونحن نحلم بالمفاوضات وكنت أنا أعرف تماما أن المفاوضات لن تأتي بأي نتيجة لأن هذا عدو العدو الإسرائيلي هذا العدو لا يؤمن باتفاقات ولما يحترم اتفاق بتاريخ حياته وكل وقتنا تراجع إلى أن وصلت كما قلنا أنه يمكن ثوم آلث للصبر حدود فالشعب الفلسطيني قال للصبر حدود خلص بيزنا نحرر بأي دا وتاريخنا علمنا تاريخ الدنيا البشرية تاريخ البشرية ما في بلد في الدنيا تحررت بالبسكوت والشوكولاتة والزهور التحرير يحتاج إلى حرب تحرير مكلفة؟ نعم ولكن نتذكر أن روسيا قدمت في الحرب العالمية الثانية 27 مليون شهيد مليون ليس 27 ألف نحن وصلنا إلى 37 ألف شهيد كل واحد فيهم أصبعوا بسواني وأهب مني وأغلى مني ولكن هكذا هي طبيعة الدنيا أن إذا أردت أن تتحرر بدك قاوم وتستحق أن تصبح حرا الحرية لا تقطع تقرب بالقوة فهنا بدأت القصة بأن وصلنا إلى هذه المرحلة وأنا بدي أختم بهذا السؤال بالتصريح أقول انتهت المعركة المعركة البداية انتهت وانتهت بالانتصار انتصار كامل مش نص نص كل الأهداف السرائيل التي أعلنتها أعلنها العدوب في البداية لم يتحقق منها ولا شيء هذه أطول حرب خاضتها خاضها هذا العدوب هذه أكثر ثمن على العدوب نحن نحسب الأثمان التي ندفعها نحن مضبوط بس نحن لا نعرف كيف تدفع ثمن في اقتصادها في سمعتها الدولية في مستقبلها ومصيرها ولأول مرة صرنا نسمع من العدو ما يقولوا أنه هذه معركة مستقبل إسرائيل ومعركة بقاء إسرائيل مش أنا هم بقولوا النفس السياسيين من النتنياهو إلى غيرهم فهذو كلهم يدركون بأن هذه معركة النهاية والنهاية معروفة وستمر بمراحل الآن المرحلة الأولى هي انهيار حلم السيطرة على غزة والقضاء على حماس لأنه حماس فكرة هي ليست دولة التي تقضي عليها وليست حكومة التي تقضي عليها هي فكرة الفكرة لا يقضي عليها كما قد دائما أقول دكتور كتبت أخيرا قرأت لك مقال موضوع اعتبرت فيه أنه كيان الاحتلال يعاني في الداخل ومع الخارج ويعاني من أمراض مزمنة وأنه زاهب إلى الموت السريري يعني ماذا كنت تعني بهذا الأمر الموت السريري أنا كثير سعيد بأنك تقرأيني وأقول أن الأعني فيه بالضبط ما تفضلتي الآن مريض قاعد بالفرشة متوفي تقريبا ولكن المصل والتغذية خلال العرق والدم اللي بيعطوه إياه لا يزيدوا أيامه هذا ما يحصل الآن هل سمعت عن أي قوة أو سلاح جاء لدعم حماس؟ أبدا ولكن كل دول العالم الغربية تقريبا قدمت السلاح والدعم والمال لينقذوا هذا الكيان لأنه أساسا وأنا بحب أكون صادق وصريح هذا الكيان خلق للهيمنة الغربية على المنطقة ما خلق لأنه حق يعني وعد بالفور قاعد هيك وإجابة الله وحي أنه أنا بدي أعطي حقوق لليهود في السيطرة على المنطقة لا نعمل هذا المشروع لتكون الدول الغربية مسيطرة على المنطقة هذا الآن عم بموت هذا الحلم ويدركه تماما وهمنا بديش دائما نازم نتذكر ستي أنه المعركة الحقيقية هي بين الصين وأمريكا ما فيش عدوة عند أمريكا إلا الصين والرئيس الأمريكي الحالي واللي سبقوه كانوا يقولوا أن الصين تشكل تهديدا وجوديا لأمريكا تهديد وجودي بيقصدوا التهديد لهاويمانتها على العالم فالآن نحن في مرحلة بدي ألخصها بأربع لقات المرحلة الآن هي انهيار الحلم وقد قالوها عالم مش أنا العدو قالها الحلم تبعنا نهار ما زلطت وإحنا غلطنا إنه ما حددنا طموحاتنا شو هي ثانيا خسروا كل سمعتهم بالدنيا ما بهمني شو بيصرح واحد مثل مسؤولة الاتحاد الأوروبي أو بيصرح وزير خارجية بريطانيا أو وزير خارجية أمريكا أنا بحكي الشعب الشعب الآن لأول مرة صار يعي قضية فلسطين وسار يعرف مين الحق ومين الغلط وسار يعرف هذا الجيش الذي أكثر أخلاقية في العالم كيف يدمر المباني على سكانها كيف يجرف الطرق ليملع الناس أن تسير على سياراتها كيف يحرم المعابر ليجوع البشر كيف 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 ما قام به هذا العدو كان عملية ضد نفسه وهو يفتكر أنه قوة أني أنا عندي أسلحة وبقدر أدمرك وبقدر أدمرك وبقدر أدمرني ألمانيا ميونيك دمرت كاملة وبعدها أصبحت واحدة ألمانيا من الدول العظمى في العالم بعد الدمار الدمار حلو بسيط عادة بناء قبل ما تكمل دكتور أنت قلت أنه العدو الإسرائيلي يقود معركة وجوده معركة بقاءه وهذا الكيان له دور وظيفه وحماية مصالح الدول بالضبط هذه الدول وحتى كانت الاحتلال يعني رح يسلموا بهذا الواقع رح يقبلوا بما وصلت إليه الأمور يعني رح يقبلوا بالحلول الوسط لكننا نشوفها في المعارك العادية اللي كانت تحصل صابقا لا رح يسلموا ولا رح يسلموا بس مجبورين الآن الصين قاعدة تتفرج وتبتسم كيف أن هيبة أمريكا وهيبة إسرائيل أو هيبة أمريكا بسبب إسرائيل عم تنقرد كيف نفوذها في المنطقة عم يصبح يعني عندما تقولي أنا قلت من البداية مدامك سيدتي متابعاني قلت أريد هذه المعركة أن تكون فلسطينية بالكامل ما بدي دعم عسكري من أحد ما بدي مشاركة بينما عم بتشارك قوات غربية في المعركة هذه المجموعة من الأبطال اللي عم بقاتلو طيب فإذا أنت الآن أمام وضعين وضع قوة خلقتها لأهيمن على المنطقة أصبحت عبء بدل أن تكون عامل خير ولذلك الآن كل يومين نسمع ختلاف بين بايدن و لاتنياهو ما فيش خداف كمان اللي بسمع بقول أنه مختلفين وفي مكالمة لا هم مختلفين بك كيف نحن اتنين نخرج من هذه المشكلة مش مختلفين مع بعض نحن في قالب واحد أمريكا والدول الغربية جميعها يعني الرئيسية هم بحكي من بريطانيا فرنسا ألمانيا هذه الدول موقفها واحد هذا الأدوات للسيطرة اللي عندي أصبحت غير قادرة شو بدي أعمل نبحث كيف نعمل شركاء ما في خلاف في خلاف بين شركاء كيف ننجح نحن اتنين نعم يحكو كمان أنه الخلاف أو التبين على اليوم التالي في غزة أنه من هي السلطة التي ستحكم هل ستكون قوة متعددة الجنسيات أو سلطة مدنية ستتي هلا أنت كمان ما شاء الله عليك متابعة السلطة اللي بقول عن اليوم التالي بيكون ما بفهم بالسياسي ما في يوم تالي في عملية متدحرجة الآن إحنا حلم أنه والله بدنا نقضي على هذه المقاومة انتهى وقالوها كان غلط أنه نحذر تانيا أنه سيطر على هذه البقعة من الأرض الفلسطينية كمان انتهى طيب ما الحال؟ عمليهم بداية حرب التحرير هاي ستتحرج القضية من مرحلة إلى مرحلة المرحلة اللي خلصنا منها هلأ إحنا شايفينا هلأ اللي حيحصل بكل الأحوال إنهيار إسرائيلي من الداخل كيف؟ الآن على المستوى السياسي ما في حزبين في إسرائيل متفقين مع بعض كله خلافات ويحكم البلد شخص يعرف أنه عليه قضية في بلده قضية مالية وأنه سيدخل للسجن إذا انتهى حصانته كرئيس وزراء فلن ينتهي رح يظل قاوية ويقاوم لآخر دقيقة لما بده يطلع بالحال تاني ما رح يستسلم هيقود عملية مش ممكن يعني اللي بيشوف وبيعرف وبيتابع النتن النتن ياهو بيعرف أنه هذا مش إنسان رح يفكر بعقلانية لحال المشكلة رح يعند لأنه ما في أصعب في الدنيا مرض اللي عنده كانسر لسه أهوم ما في أكبر مرض في الدنيا هو الغرور يعني كما يعني أنت عم بتقول أنه هو لن يتصرف بعقلانية يريد أن يحمي نفسه من خلال استمرار في الحرب يعني هو ممكن أن يذهب إلى خطوة جنونية أكثر يعني تصعيد أكبر فتح جبهات لا جبهات أخرى لا تطمني أنا لو أني شاكك أو خايف ما كنتش قاعدة معك هون أنا متطمن وكثير ناس أحبائي وأصدقائي وأهلي بلاش بهالوقت أنه هذا أحسن وقت وهذا لبنان بلدي وأهلي واللي احتضرني واللي بناني بلانا موجود معاه في هذه المرحلة ولما يقولوا راعيانا تترك البلد يقول كذبة أنت لما بدك تعمل هك شي ما بتعلنه الآن هذا العدو لا يعرف أنه ما بقدر يوسع إذا وسع معركته زاد ضعفه جنوده بطلوا بدون بيحاربه قياداته بيختلفة على شو الحل ما فيش فيه شيء مطبع اقتصاده نهار الاقتصاد الإسرائيلي مش بس بالانخفاض اللي بيطمنوا بإنه 40 مليار خسارة لا هدي ولا شي الاقتصاد هو متقاقة الانتاجية أكبر شركة أنا بتهمني في صنعتي اللي هي التكنولوجيا في عملي واهتمامي الأسبوع الماضي قررت شركة انتل أن تنسحب من مشروع عند العدو بـ 25 مليار لصناعة الـ الـ هذا جزء بسيط بس بيعطيكي إشارة وهي الشركة الأمريكية الكبرى في العالم لصناعة الـ بس مين اللي يصنع الـ مش مش أمريكا ولا أي دولة الجزيرة صغيرة اسمها تايوان واللي بيح بستغرب ليش هالصراع الكبير بين أمريكا والصين على تايوان ممليان الدنيا جزر شو القصة الكبيرة القصة انه تايوان تنتج تسعين بالمئة من بروسيسورات العالم البوصلات كنت عم تخبرني قبل ما نبلش الحالة أنه الأمريكي والعضو الإسرائيلي يعني عم يصعوا لاتفاق قبل 25 شهر لماذا؟ لأنه لأنه لـ 25 شهر رح يطلع الحكم محكمة العدل الدولي مقرد لأنه أعطوا مهلة للعدو صدروا قرار مش حكم المحكمة صدرت قرار أنه خلال شهر بدكم تقدمونا تقرير شو عملتوا بوقف العمل اللي عم تقوبوا فيه يعني تعطى الانذار يعني مثل موظف عندي بخالف بعطي انذار إذا بنهاية فترة الانذار ما تصلح بقولوا الله معك هلا هم هوني رح يجوا بواحد 5 شهر ويصدروا قرارهم بأن إسرائيل ثبت أنها تمارس الإبادة الجماعية شو المطلوب الآن نعمل خلينا نعمل اتفاقية أنا وياك لنخرج من الحكم بأنه إحنا اتفقنا كيف في إبادة جماعية هذا المخرج اللي بالذهل واللي مستمتين كل يوم بيوم يعني رئيس أمريكا العظمى أصبح شغلته يسوق لإتفاقية عبلتها إسرائيل ويدافع عنها ويجب أنه ويجب 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 ويلوح على مجلس الأمن وأقد قرار ما له علاقة بالبناسبة محكمة العدل الدولية لا تخضع لقرارة مجلس الأمن وكي أن الاحتلال لا يخضع لأي قرارات دولية لا في مجلس الأمن ولا محكمة لا لا في نزوم لأنه هي على نفس مستوى القرارات الدولية يعني هذه المحكمة ليس مثل الجنائية الدولية الجنائية تقضع قراراتها لمجلس الأمن هذه هي على نفس مستوى مجلس الأمن تأسسة باتفاقية إنشاء الأمم المتحدة لم تنشئها الأمم المتحدة هي نشأت مع الأمم المتحدة ومن أنشأها المؤسسين أمريكا وإسرائيل لأنه أرادوا منها بعد ما حصل لهم في ألمانيا من محرقة أن يمنعوا احتكرار بالك وشو قلنا بذينا بشيكسبير إنه قال كثيرا ما نصنع أدوات تستعمل ضدنا هذه المؤسسة ستأخذ قرارات ضد مؤسسيها هم مؤسسين خلصت المؤسسين يعني أنا وياك بنؤسس شركة وتبدأ الشركة وتشتغل انتهى دورنا الدور بصير للإدارة والمجلس الأمناء والمجامعية العمومية خلصت مؤسسين كل الدول العالم الآن عضاء فيها وهي إلزامية لكل الدول طيب ليش اليوم يعني المسؤولين بكيان العدود الإسرائيلي رح يروحوا على اتفاق بالوقت اللي هني قادرين يبتزوا الغربيين والأمريكيين إنه نحن يعني الدورة الوحيدة في هذه المنطقة اللي عم تحمي مصالح الهيمنة الغربية على المنطقة وتحفظ دورة أنا كنت موجود لأحميكي بالعكس هي عم تبتزن للحصول على دعم دائم لأنه أنا خلقت لأحميكي أنا الآن مش عم بقدر أحمي حالي هم الآن في مأزق يعني يجب أن ندرك أن الذي في مأزق مش مقاومة فلسطينية هو العدو العدو هو الذي الآن في مأزق ويريد أن يخرج من المأزق شعر كيف يخرج حاولنا أن نحتل ما زبطت حاولنا ندمر ما زبطت فجرفنا الشوارع منعنا الأكل جوعنا الناس نشرنا الأمراض كل شي ما نبحتر شو بعمل بس كمان ما عنده قدر يسلم ويقعد يتفرج على إعادة أعمار غزة وبقاء المقاومة الفلسطينية يعني هذا سؤال يطرح أنه شو هي ردة الفعل التي سيقوم بها العدو الإسرائيلي لمنع مش عنده خلصة ردوداته أنا قلت كمان في كلمة من كلماتي قلت أن قوة المقاومة مقابل ضعف العدو أن العدو عنده عدة خيارات مثل ما أفضلت قاعد خياراته عم بيبحثها المقاومة عنده خيار واحد الانتصار لما يكون عندك وأنا من أقوالي دائما بحبها ويريت يقول لنا أحد من تنجين نتج لنا فنجان مكتوب عليه النجاح قرار وليس خيار اللي بدو ينجع بدو ينجع ما بدو يحط احتمالات العدو عنده احتمالات كثيرة وبدائل كثيرة ناقش بذلك أنا عندي بديل واحد ما في غيره أن أنتصر هذه قوة الضعيف وكما بحب في قصة داما بحب حكيها على قوة الضعيف الضعيف قد يكون أقوى من قوي أنا يوم اليوم كان فيه مناسبة وحصل أني التقيت مع نيلسون روكفيلر هذا مؤسس عائلة روكفيلر أنا ختيار أعرفهم كلهم مختيارية وماتوا فهذا يوم عنده كان مشروع كان جاي من مصر ومتفق مع أنور السادات على مشروع مشترك يعملوا مؤسسة روكفيلر مع الحكومة المصرية فأشرح لي الموضوع يقول له طيب شكرا ممنونك على أنك تلقفتني وحكيت لي عن المشروع قال لي إنه بدنا إياك تعمل لنا الدراسة أنتوا مؤسسة دراسات عالمية قال لي طيب شو كمان قال لي بدي أنا وياك نكون شركة في التنفيذ ما هو العقل العدو دائما أنه هو بدي يستفيد من المعركة اللي هو خلقها هل أم عم بخططه كيف يستفيده كما تفضلت من إعادة الإعمار وما راح يستفيده ولا راح يدخلوا في إعادة الإعمار المهم قلت له كيف يعني أنا وياك نشتريك قال لي إيه قلت له أنا ما شمعت بحياتي بشراكة بين الفيل والبعوضة قال لي أنت البعوضة قلت له طبعا أنت الفيل وأنا بعوضة الفيل هو شعار لماذا قلت الفيل لأنه هو شعار حزب الجمهوري في أمريكا رمز الحزب الجمهوري اللي منه ترامب هو الفيل وكان وقتها نالسون روكفرر نائب رئيس جمهورية أمريكا ورئيس الحزب الجمهوري فأذاك قلت له أنت الفيل وأنا البعوضة قال لي شوف يا ابني كان أكبر مني سنة فخطبني كوالد قال لي شوف يا ابني لا تستهين بقوة الضعيف الضعيف قد يكون أقوى من القوي إذا عارف كيف يستغل قوته حط فيل وبعوضة بغرفة مسكرة من ينتظر تيجي البعوضة بتقرسه من عين وبعبل هيك تقرسه من خاره وبعبل هيك تقرسه من رأبته وبعبل هيك تشتغل فيه 24 ساعة ولا يستطيع أن يرد عليها البعوضة بتدمر حياته للفيل وهو مش قادر يعمل شيء الضعيف قد يكون أقوى من القوي برأيك الأمريكيين عم يمارسوا سياسة الخضاء بالحديث عن المقترحات الحل بأنه هني فعلاً عم يسعوا لحل حل يعني حل خلص مستدام لا لا ما في حل مستدام كيف حل هذه من الأشياء اللي اخترعوها الكتب اللي اخترعوا الغرب والعدو وسوقوه علينا يقول لك بدنا نعمل إجراءات دعم ثقة بناء ثقة متبادلة بين مين ومين بين المحتل وسلطة الاحتياط كيف الاحتلال كيف يصير كيف يعني ثقة بين مجرم وعدوه كذب مفيش حل دائم الحل الدائم بأن ينتهي الاحتلال بارح كان هناك كلام سيد حسن ناصر الله كان عالي الثقف يعني والدهديد اليوم حضرتك عشت بالجنوب عشت باللبنان تعرف هذه المنطقة كيف عم بتشوف ربهة الجنوب يعني ما تقوم به؟ لن تتجرى العدو أن يدخل متر واحد في لبنان بقدر يدعس بحدود لبنان تجربة أنه هو قباء كان القرار أصلا دائما اللي تحت الاحتلال هو الأقوى لأنه يدافع عن أرضه ويدافع عن حياته وعن مستقبله وهذاك الجاية لا يستولي عليها وحقم عمانية مقاومة تكلف أكثر مما تكلف على تحت الاحتلال تجربة غزة أثبتت هذا الجيش العظيم اللي كان يسموه خامس جيش في العالم والجيش الذي لا يقار السبعة الشهر مش قادر يسيطر على مقاطعة غزة مقاطعة كيف تعني لك جبهة الجنوب أنت ك الجنوب يعني لي كل شيء يعني لي أولا كرم الضيافة يعني لي حسن الأخلاق عندما جئت إلى الغزية كان عمري عشر سنين كلاجئ ما حسيت ولا لحظة أني لاجئ يعني لدرجة أنه مختار القرية اللي كنت فيها مدينة أو بالنسبة للغزية أهم من نيويورك الغزية المختارة الحجردة خليفة رحمه الله حببني وأنا طفل ورعاني وأنا طفل وكان كل ليلة يقول لي تعال قعد عنده ديوانية يقعدني جنبه وقال لي اسمع ما يحكوا الناس قلد كاركين اللي في البلد ما أحد يبعد فاتورة ولا يخد فلوس من أبو غزية من والدي جمولي الفواتير أنا بسددها شو أعظم من هيك أنك أنت تكون ضيف في حين الناس كلها عم بتعاملك كلاجئ أنا بعتز وأنا بعتز أنه كما قال واحد من أبنائه عم بيحكي له أنه إحنا متوقعين الولد اليومين يجينا حفيد يجي لك حفيد قال له بتسميه طلال وطلال الآن من رجالات لبنان المعروفين اللي نحن نعلم دكتور طلال انتصار المقاومة في فلسطين وفي المنطقة هو هزيمة للأنظمة العربية اللي كانت دائما لا أبدا تتآمر على الأدو هزيمة للعدوم فقط وأنا هذه النقطة أشكرك عليها لأنه إحنا أنا عندي بوصلة والله موجهة على إسرائيل العدو يريدني أن أشتت نظري وأقول مين دولة معي ومين دولة ضدي أمريكا اللي هي تعلن يوبيا أنه إحنا مع إسرائيل وسنبقى معها إلى الأبد علنها بايدن خطاب رسمي على التلفزيون وعلنها بلينكن وزير خارجي مش عدوة أمريكا مش عدوة عدوة العدو الصهيوني هو يريدني أن أشتت أعدائي لكي أصرف النظر عنه أكبر خدعة يمارسوها هو بأن يضعوا بعقولنا مين الدولة اللي معي ومين الدولة اللي ضدي ومين عدوي أبدا لدي عدو واحد إذا انتهى هذا العدو بتمطل أمريكا بس هناك يعني سياسة وتمارسوها الأنظم العربية أو بعض الأنظم العربية واضحة أنه أنا أعلم كيف تقصبي الدول اللي مثلا عملت تطبيع قرار ذاتي هذه مصلحة البلد قرر أنه أصلحتي أني أعمل تطبيع أو أعمل عدتي فغية سلامة أو اللي بدك ياه طيب في معركة غزة ثمان شهور شو قدمت عاون للعدو زيرو ولا دولة عربية دعمت العدو بالعكس كلها كانت روحا وعقلا معنا مع القضية الفلسطينية كذب اللي بدي أقولك إنه في دول مؤيدة ودول لا حتى الدول الدول هي شعوب أيضا ما في عربي شعوره مش عربي أنا بالنسبة إليه السعودي والمصري والأردني واللبناني والسوري كلهم واحد كلهم شعب عربي وأنا عربي أنا جنسيتي عربي قومي عربي بتشوفها محررة قريبا فلسطين أنا شايفها محررة مش قريبا هي الآن مرحلة مرحلة تحرج من إنه يستسلموا بإنه فشلنا وإن لن يقولوها ما إنه عم بيقولوها الآن كل المسؤولين الإسرائيليين عم بيقولوا إنه فشلنا رسميا ممكن يعلن إنه انتهت الحرب وإحنا الآن بدنا نبدأ بالسلام ونبدأ بالمفاوضات ونهلأ ببشرونا بالمفاوضات مفاوضات بعد مفاوضات بعد مفاوضات مثل ما قال المؤسس إسرائيل قال سنستمر بالتفاوض مع الفلسطينيين إلى الأبد أنا اتقيت مع دانيس روس بعد اتفاقية أوسلو كنت أنا في مركز بأمريكا للدراسات الاستراتيجية مركز بأمريكا للدراسات الاستراتيجية يجا دانيس روس العظيم ينظر علينا بأن كل شيء في الدنيا نحال أصبح هناك دولة فلسطينية ودولة إسرائيلية وانتهت والسلام وكل شيء أنا قاعد مستمع وكل سفراء الدول العربية كانت اجتماع خاص مركز دراسات هذا مش مؤتمر في الأخ شو بيقول بيحكي واحد بيقول احنا أعطينا الفلسطينيين أكثر مما يستحقوا وتنازلنا عنهم في سبيل كل شيء في سبيل السلام تقول له له دانيس روس مين هذا اللي عبد كان هو يترأس الجلسة جلسة استثنائية بمناسبة أصله قال لي هذا مندوب دولة إسرائيل قلت له شوي شوي علي احنا في مركز دراسات الدولة لها ثلاث شروط واحنا في مركز دراسات ما بزيوز نحمل استعمل تعابير غلط شرط الأول أن يكون لها دستور الثاني أن يكون لها حدود الثالث أن يكون عندها تعريف للمواطن أعطيني هذول الثلاثة اللي أقول لك أنا دولة إسرائيل وأرفعها لها سلام وتسميها دولة هاي سفارتها هون قريبة قال ليوني يبعثوا لي خارطة إسرائيل تحدى واحد يعطيني خارطة إسرائيل بسموها حدودنا مع لبنان ما بسموهاش خارطة دولة إسرائيل حدود الخط الأكبر وخط الأحبة وخط الأصفر وخط المنوّل كل الألوان أعطل أزرائ الحلوة المهم قلت له هذا الكلام لا يجوز أن نقوله هناك دولة احتلال أو سلطة احتلال أو عصابة احتلال قلت له سمي أو ده كله مسجل مش عباحك شيء اخترعه سميها ما شئت سميها عصابة سميها حزب سميها دولة سميها جيش اللي بدك يا بس ما تقول لي دولة فلسطين ما تقول دولة إسرائيل قال لي طيب شو الحل قالوا الحل إنه ينتهي الاحتلال الأمم المتحدة لا اليوم بتسمي هذه السلطة سلطة الاحتلال تعريفا وجودها في المنطقة الفلسطينية هو كسلطة احتلال لا اليوم وبكرة قرارات أمم المتحدة طيب توتر الجو فقال نرفع الجلسة قلت له الجلسة ماشي جنبو ماشي تسوى قلت له هل تعتقد أو تعتقد معي؟ قال لي لا تعتقد ماشي تسوى ماشي ترى الدقة في التعبير لما لو بدهم يكونوا دقيقين قال لي ليش أنا موافق بس أنا مش مؤترض ليش إن أنا موافق بس أنا لا أعترض على اللي أنت قلته بس أنت كنت قاسي بقول لي كنت قاسي مع الرجل قال لي لا كنت عم بصحح معلومة نحن مركز دراسات نكون صحيحين ودقيقين في كلامنا فإحنا الآن يجب أن ندرك أنها عملية إنهاء احتلال إنهاء الاحتلال ما فيش فيه يوم تالي اللي كان يحلم واللي بيحلم اليوم إنه راح يقرروا للشعب الفلسطيني من سيقوده غلطارين غزة ستحكم غزة ولن يكون هنالك حل آخر وإن كان هلأ تراجع وقال طيب نقبل بحل ثاني أول ما فيش حل إنه سلطة ثانية إحنا نحتلها ونقيم فيها مستعمراتنا ونقيم فيها حدود دوججنا ونمنع أن تتكرر قصة 7 أكتوبر اللي بيسموها 7 أكتوبر الآن لا مستعدين بس لأقولنا حل سلطة فلسطينية سلطة مشتركة سلطة دول عربية القريبة لبعض كلها هلول هوى هذا اللي قاوم سبعة شهر تحت الضرب والتدمير والقتل وضحى بولاده وضحى بأهله وبأمه وبأبوه وبأطفاله ما بتقدر تحكمه يعني دكتور ترى أبو غزيلي أنا بدأت شكرك على هذا اللقاء يعطيك ألف عافية شكراً دا لك أنا بعرف إنه أنت مقاومة زيه شكراً دكتور لاسكراً دا لك اشتركوا في القناة